وتتميما لباقي الجواب الأول بعض الناس نصرف في ذهني أنه لا يجوز الانتفاع بهذا المال في المرافق العامة أقول الكلام الذي قلته هذا فيما إذا كان صاحب المال معلوم ومعروف أما إذا كان وقع عندك مال ومشبوه ولا حرام وأنت لا تعلم صاحبه ولا تعرفه وكذا فطريقة التخلص منه صحيح أن تنفقه في المرافق العامة وعلى المصالح العامة وعلى المستشفيات وعلى الطلق وإذلك لكن من علم صاحبه وعرف صاحبه لا بد أن يرد إليه لا يجوز صرفه في مكان آخر هذا تتميب الكلام الأول أما السؤال الثاني هو حول تأجير هذه الملابس الأفراح بمبالغ عالية أقول هذا من الصرف لأن الصرف أن الإنسان يصف المال الكثير في الشيء الذي لا يساوي قيمته لأن تأجيره هو لساعات قليلة بمبالغ باهضة وكثير من الناس ليسوا من إمكانياتهم ومستواهم لا يسمح لهم بمثل هذا الصرف لأن الإصراف أن الإنسان يتجاوز الإصراف معناه في الحقيقة الإصراف هي ترجع إلى التجاوز إنسان يتجاوز الحد المشروع والحد المعقول والحد الذي يصل بين الإنسان إلى الصرف هو ما يزيد على مستوى عادته في الصرف لمستوى عادته أن يصرف على المسألة معينة مثل المئة دينار فإذا صرف عليها مئتين ولا ألف ولا كذا فلا يدخل في الصرف والصرف منهي عنه الله تبارك تعالى يقول أولا يحب المصرفين يقول الذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والمصرفون أخواني الشياطين فالذي يتجاوز القدر الذي يليق به وبمستوى هذا يدخل في باب الصرف والصرف حرام لا يجوز وذلك باب التوجيه العام على الناس كافة وعلى التجار أن يتركوا هذه العادات لأنها عادات تتكلف الناس ما لا يطيقون وتؤدي بهم فيما بعد إلى العسر ولأن يرتكبوا الشطط وإلى أن يأخذ المال حرام لأن الذي دخله ومستواه لا يسمح له بأن يؤجر هذا الإيجار الباهض ويصف هذه المصاريف الكثيرة في الأفراح وفي غيرها ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن يريد أن يسد هذا النقص بأي صورة ممكنة فيتجاوز الحلال إلى الحرام ويحتال ويغش ويعمل مبقات وكل أشياء من أجل أن يلحق نفسه ويتدار كما فاته فهو وإن لم يكن في بادي الأمر صريح الحرام فإنه يؤدي بعد ذلك إلى صريح الحرام فعلى الناس أن يرجعوا إلى أنفسهم ويعتدلوا في الانفاق وعلى التجار أيضا أن يرتعوا وأن يلاحظوا التاج الذي يفتح محل في مكان مستوى الدخل فيه محدود ثم ياتب هذه الأثواب التي غالية الثمن لماذا لا ياتب الأشياء الأخرى التي في متوسط الناس ومتناول الناس بحيث يعين الناس على المعروف ويعين الناس على أن يسيروا سيرة حسنة فالمسأة يشترك فيها التجار الجشعون ويشترك فيها أيضا السفامي الناس الذين يبدلونها أموالهم وينفقونها يعني في غير وجهها نحن 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 نح